السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا طلابنا الذهب موضوع اسمه reason اعطاء السبب شن الشغلات اللي تعفظها زين نعفظها ام لا نعم اكو شغلات تحفظها ام لا دس اكو شغلات لا ما يحتاج تعفظها ام لا شنية ال airbag مع الbe safe bluetooth مع listen to music gps not get lost شوف حالة نفي not get lost electric window open easily or open windows easily sunroof let the lights in tinted window not see into the car خف حاذا نحفظه ام لا لأ لاني تقراه القراءة وتفهمهم وتحفظ معانيهم طيب شن اللي تحفظه ام لا هاي العبارة تحفظها ام لا شلون يجيك السؤال خلينا نروح اول مرة للشهريات بالشهريات شبابنا الاعزاء ايجيبنا السؤال ويروحت ايجيبنا السؤال كالعاتي طانعن مع いجيلي كالعات ن colocتها يجيبنا السؤال كالعات Bloody give reason not or not be lost هذا يجيبو اكثر شي بالشهريات او الشباب فاتش السوي انت كل شي ما سوي ذير بس تخليه بمكان هاي العبارة give reason شو تخليه بمكانها تخليه بمكانها so that you can وعندك not صار عدي جملة كاملة صار واضح هاي بالشهريات طيب وين الوزاري بالوزاري يجينا هذا الموضوع بالسؤال الثالث اسقاطات توصيلات مفردات شلون على سبيل مثال اننا لعدة سنة مثل سنة 2018 تعالوا روح الى السؤال الثالث السؤال الثالث هاي شوفها شلي قينا بيها لقينا بيها الجي بي اس الجي بي اس نخلي كانت لو كان لما نروح من الجي بي اس راح نلقى بحالة النفي اذا راح يصير عندي كانت شلت شلون يعني اختيارات مو شرط اختيارات تعالوا روح الغير سنة حتى شوف الوضعية مالتها ايضا ونروح الى السؤال الثالث سؤال الثالث عندي السيدي وعندي درايفر ها اذا السيدي من نريده خلي السيدي شاكوا بصف السيدي اكو سو ذاك ليش لا بسيدي هي طب جان السيدي هسب لو توف حسب ما غيروا البنهج اذا لازم نخلب صف هسو ذات ها يعني السادس قاطات لا مو شرط اسقاطات هو بالسؤال الثالث اسقاطات توصيلات افتيارات هاللي يفصل بس يجيك مثال اخر هل ما تردنا جي بي اس ايقني اخلني بي كوز لو سو ذات لا اخلني سو ذات لان هي القاعدة تقول لازم تخلي سو ذات بعد اهنا جاتنا لا ما اجبتنا هنالا بس يجوز جايتنا غير ما اشوفها او مكررة مهم خلينا نشوف غير سنا اروف للسؤال الثالث بالسؤال الثالث ايبان ما اكون الفين وسبعة عشر بالسؤال الثالث قالني سادس اذا راح نخلي ايرباك مستشلون يعني شغلة مهمة جدا جدا فمثل ما قلت لكم هذا حفوظ اخر مثال هماتا عندي جي بي اس فالكاد هاي معيودة وهكذا الموضوع يجينا شكرا جزيلا شكرا جزيلا